عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني حيث استهل رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارته بتفقد القاعدة البحرية بمدينة شانجهاي للاطلاع على آخر ما توصل إليه الجانب الصيني من تكنولوجيا في مجال التصنيع البحري ثم أجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله للعاصمة بكين كما تم عقد الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني برئاسة رئيس أركان كلا البلدين وبحضور عدد من القادة والمسؤولين العسكريين تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كما التقى الفريق محمد فريد بالفريق أول وي فانخ وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني معربا عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الصين ولا سيما في المجال العسكري وتوافق رؤى القيادة السياسية لبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة من جانبه أعرب وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني عن اهتمام بلاده بهذه الزيارة مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة ونتائجها المثمرة ومشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون المشترك والتدريب بين البلدين الصديقين تأتي الزيارة في إطار العلاقات العميقة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والصينية ترجمة نانسي قنقر